بعض هذه النفحات لعلها جزء من قضية الشفاعة الورود على الحوض بعض حديث تتمنى وتدعو بشربة لا نضمأ بعدها أبدا لكن قبل هذا الحساب إذن هي تالية على الحساب الحساب وهو الحساب له مظاهر ثلاثة كراءة الصحف ويعني نشر الدواوين ونصب الموازين وبعدين السؤال المباشر من الله عز وجل أول ما يبدأ الإنسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أعمال الإنسان مسجلة عليه قلم التسجيل الإلهي أو تستطيع أن تقول الكاميرا الخفية الإلهية التي كانت تسجل عليه أقواله وأعماله بالصوت والصورة هذا إنا كنا نستنسخ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون الكرام الكاتبين كل شيء بيسجل ومش بس بيسجل وبعدين يعني نسيبه في سلة المهملات أو تأكله الحشرات لا ده محفوظ لحد ما يواجه به يوم القيامة اقرأ كتابا وأوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة قدامهم في سورة الزلزلة يقول يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم يشوفوها قدامهم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء كان المتكلمون والفلاسفة قديما يقولون لا ده مش هيجد عمله يجد صورة عمله أو شيء يعني يجسم عمله لأن العمل انتهى وما يقولون الأعمال والأقوال دية أعراض والعرض لا يبقى زمانين العمل والصوت واللون والرائحة والأشياء دي سموها عرض فيه جوهر وفيه العرض اللي يحل بالجوهر العرض لا يبقى زمانين هو زمن واحده فازاي حييجي نشوفه والآخرة لا وبعدين الآن العلم الحديث بيّن لنا لا إن الأعمال اللي احنا بنعملها والأقوال موجودة ويمكن لو وصل إنسان إلى ارتقى في علم ويمكن يجيب الأصوات اللي يتقالها ويحجزها والأشياء فهذه الأشياء مسجلة سيراها فكأنه يعني اقرأ كتابك يعني انظر إلى الشريط هل تحدث عن تسجيل حرفي وقراءة حرفية وبأي لغة والأمي وغير الأمي يقول لك ها هو بص للشريط مش ضروري تقرأ شريطك هو أنت حتشوف شريطك وحتشوف كلامك وعملك وقدامك أنت هو ما كنت بالصلي أدي صورتك وأنت أما كنت بتزني أدي صورتك وأنت بتشرب الخمر أدي أدي أنت سرقت الشيء الفلاني أو أخدت رشوة زي ما كاميرا خفية بتسجيل تيجي تنكل أهو يعني دي صورتك ولا مي صورتك فكأنه حيقرأ شريط يعني يشاهد هذا الشريط هذا تقريب يعني للمسألة ولذلك قالوا يقرأه الأم والكاتب طيب الأم يا حيقرأ زي يعني ها هذه هي القراءة إنه مشاهدة لكل يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد فهذا القراءة وبعدين يأتي الميزان كان بعض المعتزلة وبعض المدرسة العقلية يعني أقول لك لا دا ما فيش ميزان أو كذا وينكرون الميزان أقول لك دا معناها بس قامت عدل الله لا هو ميزان ولكن وزن كل شيء بحسبه هو الناس بتصل تصور إن الميزان لابد أن يكون له كفتان ولك بإزاي حتحط حسنات في الكفة لا مش شرط الميزان دا وحدة قياس ووحدة قياس كل شيء تختلف من شيء لأخر فيه الآن عرفنا إنه فيه ميزان للحرارة كم تكون درجة حرارتك كم تكون درجة حرار الماء قبل الغيال الأيام وبعد كم تكون درجة حرارة الجو كم تكون درجة حرارة السيارة ميزان حرارة نسميه ميزان وبيوزن يعني يقيس هذا العداد الكهرباء وعداد المية دي كلها يعني ميزان الضغط الجوي فستوزن الأعمال بطريقة من الطرق بحيث يعرف الإنسان يعرف ما له وما عليه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي مملوكين يا رسول الله يكذبونني ويخونني ويخونونني ويعصونني فأضربهم وأشتمهم وأعاقبهم فماذا مني لهم وما لهم مني يوم القيامة فقالوا الله إذا كان يوم القيامة وزن عصيانهم وخيانتهم وكذبهم لك ووزن ضربك لهم وشتمك لهم وعقابك إياه فإذا كان معصيتهم أكثر من عقابك كان الأمر لك وإذا كان عقابك أكثر تعقبتم يعني أصرفت في العقاب يبقى الأمر عليك قال أو غير ذلك ما فيش غير كده يا رسول الله فقرأ قول الله تعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فيش حاجة حضيع أبدا عند الله فقال الرجل والله والسلام يا رسول الله أشهدك أني أعتقتهم لوجه الله يخلص من المشكلة ومن الميزان بأن أعتقهم لله وذلك أنت سألت أن أصر هذه الأشياء هذه آثارها كل جزئية من هذه الجزئيات تؤثر في نفس الإنسان حينما يعلم أنه سيواجه بعمله ويوزن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر